مرحبا بكم في فيديو جديد وشرحين جديد على قناتكم بلال الواثقة في موضوع تقني يخص كوبرا نيت في هذا الفيديو سوف اشرح طريقة تغيير الصوت الخاص بك مباشرة على اي لعبة او اي تطبيق كيفما كان على سبيل المثال كنت تلعب لعبة معينة باب جي او فري فاير او فورتنايت فانت تتكلم بشكل عادي لكن الشخص الذي تتكلم معه فهو يتلقى الصوت الخاص بك وعليه ايفكت معين كصوت مرأة او صوت رجل او طفل او اي ايفكت قمت باختياره وهذه الطريقة تعمل على الكمبيوتر وعلى الهاتف لكن قبل البداية في الشرح إذ كنت أول مرة تشاهد قناة بلال إلواسكا فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد وإذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على الزر لايك وفلنبدأ أولا سوف نقوم بتطبيق الشرح على الكمبيوتر وبعد ذلك سوف نمر إلى الهاتف لأن الطريقة مع الهاتف هي سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى أي إعدادات سوف تقوم بالدخول إلى محرك البحث وتقوم بالبحث عن كلون فيش بعد ذلك سوف تقوم بالدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بكلون فيش وبعد ذلك من القائمة المتواجدة في الأعلى سوف تضغط على خيار دولود وتقوم بتحميل البرنامج على حسب إصدار الويندوز الخاص بك إما 32 أو 64 وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بتحميل هذه البلوغينات هي غير ضرورية فقط إضافات يمكنك أن تضيفها إلى البرنامج كإضافة بوش تو تالك وإضافة ساوند بورد هذا البلوغين يتيح لنا إضافة مجموعة من الساوند إفكتات وعندما نقوم بالضغط على أي زر من لوحة المفاتيح يتم تشغيل صوت معين وبعدها تثبيت البرنامج على الكمبيوتر الخاص بك طبعا طريقة تثبيته هي سهلة وبسيطة سوف تضغط على ستارت وتقوم بالبحث عن البرنامج كما تشاهد هو البرنامج سوف أقوم بالضغط عليه أوكي كما تشاهد تم إمبثاق الأيقونة الخاصة بالبرنامج في أسفل الشاشة سوف تقوم بالضغط عليه بيمين الفأرة بعد ذلك تختار سيتاوب ثم سيستيم أنتغريشن وهنا سوف تقوم باختيار GFX بعد ذلك سوف تقوم بتثبيت الفويس تنجر على المايكروفون الخاص بك هنا سوف تجد مجموعة من الخيارات على حسب عدد المايكروفونات المتواجدة في الكمبيوتر الخاص بك ولمعرفة المايك الذي تستخدمه كل ما عليك سوى الضغط من هذا الخيار بيمين الفأرة ثم تختار ساوند بعد ذلك Recording سوف تجد هنا اسم المايكروفون الخاص بك وعليه علامة صح أي أن هذا المايكروفون هو الذي يقوم بتشجيل الصوت على الكمبيوتر الخاص بك كما تشاهد في هذه الحالة فأنا المايكروفون الخاص بي اسمه مايكروفون بعد ذلك في هذا الخيار سوف تقوم بتثبيت الفويس تنجر على اسم المايكروفون المتواجد على الكمبيوتر الخاص بك وبعد أن تقوم بتثبيت البرنامج على المايكروفون الخاص بك سوف تضغط مجددا بيمين الفأرة على البرنامج ثم تقوم بالضغط على Turn On لكي يتم تفعيل البرنامج لكن أنا الآن أقوم بشرح الفيديو لذلك سوف أترك هذا الخيار حتى أنهي الشرح بعد ذلك سوف تضغط من هذا الخيار على Sit Voice Tanger وسوف يعطيك قائمة بها مجموعة من الأفكتات الذي يمكنك أن تقوم بتطبيقها على الصوت الخاص بك فعلى سبيل المثال يمكنك أن تقوم باختيار صوت رجل غليط أو صوت لمرأة أو طفل أو روبوت أو أي إفكت أردت سوف نقوم بالتجربة معا سوف أقوم بتفعيل البرنامج ضغط بيمين الفأرة ثم Turn On وكما تشاهد تم تغيير الصوت الخاص بي إلى صوت رجل خشن سوف أقوم بتغيير الصوت إلى صوت طفل صغير Test Test كما تشاهد تم تغيير الصوت الخاص بي إلى صوت طفل صغير سوف أقوم بتعطيل البرنامج لكي لا يؤثر على الصوت الخاص بي وبعد أن تقوم باختيار الإفكت سوف يتم تطبيقه مباشر على المايكروفون الخاص بي وسوف يسمعه الشخص الذي تتكلم معه في اللعبة أو في الديسكورد أو أي برنامج تستخدموه كما أن البرنامج يمكنك من إضافة مقاطع موسيقية على الصوت الخاص بي أو يمكنك أن تقوم بإضافة Sound Effect على سبيل مثال سوف نقوم بإضافة Sound Effect معين كما تشاهد فالبرنامج يعطيك مجموعة من الأصوات عند الضغط عليها سوف يسمعها الشخص الذي تتكلم معه سوف نقوم بتجربة على بعض الصوت إفكت كما تشاهد معي عند الضغط على Sound Effect يتم تشغيله مباشرة ويمكنك أيضا أن تقوم بإضافة أي إفكت أردت من مصدر خارجي فقط بالضغط على Add Sound والآن سوف نمر إلى طريقة تغيير الصوت مباشرة في الهاتف بالنسبة لطريقة تغيير الصوت الخاص بك في الهاتف فالطريقة جد سهلة وليست بها أي تعقيدات فقط يجب عليك أن تقوم بتثبيت هذا البرنامج على الهاتف الخاص بك البرنامج يدعى Voice Tanger Forgamer يمكنك أن تقوم بتحميله من متجر جوجل بلاي لكن سوف يعطيك فقط 15 ثانية وبعد ذلك يعود الصوت الخاص بك كيفما كان لذلك سوف أترك لكم رابط نسخة مدفوعة في صندوق الوصف يمكنك تحميلها والاستمتاع بالبرنامج بشكل مجاني بعد تثبيت البرنامج سوف تقوم بفتحه وهنا سوف يعطيك أيضا مجموعة من الأفكتات يمكنك أن تقوم باختيار أي افكت أردس على سبيل المثال افكت بادمان وعند الضغط على سبيك سوف يعطيك تست لكيف سوف يتم تغيير الصوت الخاص بك وعند اختيار الافكت المناسب لك طبعا يمكنك أن تقوم ببعض التغييرات على الصوت سوف تضغط على أيقونة المايكروفون المتواجدة في الأسفل وبعد ذلك سوف يتفاعل معك اللايف مود طبعا الآن أنا أشجل من الهاتف سوف تسمع الصوت الخاص بي عادي لكن الشخص الذي أتكلم معه سواء في دعبة أو برنامج للمحدثات أو أي شيء من هذا القبيل سوف يسمع الصوت الخاص بك وهو عليه هذا الافكت لكن في حالة ما كنت تريد أن تقوم بإيقاف الافكت فقط من الستاتوس بارت وتختار بوز لكي يتم إيقاف الافكت أو يمكنك أن تقوم بعمل ستوب للبرنامج هذا كل ما في الأمر بالنسبة لطريقة تغيير الصوت الخاص بك مباشرة سواء من الهاتف أو الكمبيوتر فالطريقة جيد سهلة وبسيطة كل ما عليك توا تطبيق الشرح خطوة بخطوة سوف تنجح معك الطريقة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على الزر لايك واشترك في القناة لكي تتوصل دائما بالجديد كان معكم بلال من قناة بلال الواسكا وإلى اللقاء اشترك في القناة